اتهم السفير السعودية السابق في واشنطن بندر بن سلطان النظامين التركي والقطري بعدم مناصرة قضايا الأمة والمتغرة بالقضية الفلسطينية لأهداف سياسية وقال بن سلطان إن أردوغان ونظام الحمدين يواصلون العمل على شق الصف العربي والإسلامي وتكريس الفرقة بتنسيق مع النظام الإيراني مؤكدا أن أنقرة والدوحة وتهران حريصة على نشر الفتنة خدمة لمخططاتها التخريبية الإرهابية والسيطرة على ثروات الأمة وهو ما تجسد في نهب ثروات ليبيا وحشد مرتزقة أردوغان ودعم التنظيمات المتطرفة في المنطقة